في جلسة طارئة يقر البرلمان التركي ويصوت لصالح إرسال قوات تركية إلى ليبيا بناء على مقترح رئاسي قدم إلى البرلمان تندد مصر واليونان وغيرها وتصفان الخطوة بانتهاك للقانون الدولي وتلك رسالة جدية تبعث بها أنقرة إلى أن انخراطها بالملف الليبي أطحى عسكريا أيضا إرسال قوات ومساعدات عسكرية إلى ليبيا سيكون قلبا للموازين فيها وهو ما ألمحت إليه حكومة الوفاق التي أكدت أن قواتها تتحضر لهجوم كاسح على قوات حفتر المدعومة من دول عربية وإقليمية الورقة التي باتت بيد أنقرة أضحت أمرا واقعا فالرسائل من إرسال القوات إلى طرابلس كانت سياسية والنتائجها ستكون سياسية أيضا إلا إن واصلت دول المنطقة دعم حفتر فأنقر بخطوتها إرسال قوات رسمية إلى ليبيا من شأنها أن تمهد لتسوية سياسية شاملة أمام إرسال القوات وإقرار المشروع بشكل رسمي تمت ترجيحات وأنباء تشير إلى تفاهمات روسية تركية حول حفتر فالأولى غير متمسكة بحفتر على الرغم من وجود ميليشيا فاغنر إلى جانبه في ليبيا تصريق البرلمان التركي جاء قبيل أيام من زيارة وزراء خارجية دول أوروبية إلى طرابلس للقاء حكومة الوفاق وتلك زيارة ستحمل في طياتها الكثير فما في جعبة الوفاق اليوم ليس كما كان من قبل ورقة تركية وشرعية دولية وشراكات عسكرية وسياسية مع الحليف في أنقرة خبراء عسكريون يرون أن أمداد قوات الوفاق بأسلحة متطورة من شأنه أن يغير الموازين رأسا على عقب وتلك استراتيجية تستند إليها الوفاق لكونها ذات شرعية دولية وخصومها ميليشيات متنقلة بين القاهرة وأبو ظبي وموسكو قضي الأمر إذن قوات تركية إلى طرابلس ومعدات عسرية إليها أيضا فكيف ستكون المواجهة ولمن الكفة أم أن الخصوم سينادون بحل سياسي يقيهم نيران الحرب التي انخرطت فيها دول في جيوشها وعتادها